اشتركوا في القناة محترفين في لغات أجنبية ويبحثون عن فرصة عمل نحن نعلم أنه في الدول العربية هناك الكثير من خريجي لغات ولكن للأسف لا يجدون فرصة للعمل هيتيتكم اليوم في هذه الحلقة بمواقع وسنركز فقط شرح على مواقع ولكن هي مواقع كثيرة يمكنكم الربح من خلال ترجمة المواضيع نعم فيمكنك أن تترجم المواضيع من منزلك وتشرع في ربح المال طبعا لحلقة ما قلت هناك الكثير من المواقع ولكن في هذه الحلقة سنقتصر الشرح على موقع One Hour Translation One Hour Translation هو موقع يمكنك من ربح المال انتلاقا من ترجمة المقالات كل ما عليك أخي أختي هو أن تقوم أولا بالتسجيل في الموقع ثم يجب عليك أن تقوم بإملاء جميع بياناتك وأن تكون هذه البيانات صحيحة من بين هذه البيانات المهمة والتي يجب عليك صديقي صديقتي أن تقوم بإملائها هي المعلومات الخاصة باللغات التي تتقنها اللغات التي تتحدثها وكذلك يجب عليك صديقي صديقتي أن تقوم بتحديد أو تقوم برفع سيرتك الذاتية بالإضافة كذلك إلى إملاء جميع المعلومات المطلوبة منك صديقي صديقتي هناك الكثير من الإخوة من سبق وتعاملوا مع هذا الموقع وللأسف وجدوا مشاكل أنه لا تأتيهم فرص عمل فرص ترجمة للأسف غياب فرص العمل تأتي لأنهم لم يقوموا بإملاء بياناتهم بشكل إما صحيح إما كامل يعني حتى صورة البروفايل صديقي صديقتي يجب عليك أن ترفع صورة البروفايل طبعا عندما نقوم بإملاء هذه البيانات لا تنسى بأن تعرف حسابك لأن الحساب الغير معرف هو حساب لا يمكن أن يحصل على أي عمل في الموقع طريقة تعريف الحساب هي بسيطة يجب عليك فقط أن تقوم باختيار إحدى وسيلتي الدفع إما بايبال أو بايونير أو البطاقة المصرفية الخاصة بالموقع واللي هي التابعة لبيونير ففي كل بساطة يجب عليك أن تطلب بطاقة مصرفية البطاقة المصرفية هي بطاقة مجانية تصلك إلى حد بيتك من الموقع تقوم بطلبها تملأ جميع المعلومات مباشرة بعد أن يتم المصادقة عليك أو مصادقة على البطاقة التي طلبتها هذا يدل مباشرة على أنه تم المصادقة على حسابك وستحصل على خاصية Verified لا تعني بأي شكل من الأشكال على أنك أصبحت جاهز للترجمة فما دمت أنك ذكرت في حسابك الخاص وعلى بروفيلك أنك تتقن حديث لغة معينة يجب أن تمر من انتحان هذا الانتحان يستغرق مدة 30 دقيقة ويكون مثلا أنا اخترت من الإنجليزية إلى العربية إذن سأقوم بشياز انتحان من الإنجليزية إلى العربية يتمثل في ترجمة نص وإرساله من أجل المراجعة المراجعة ستكون من طرف موظف الشركة ثم من العربية إلى الإنجليزية وهذا كذلك سيتم مراجعته من طرف موظف الشركة يعني نوعا ما إجمالي وقت الامتحان هو 60 دقيقة بطبيعة الحال يبقى الحذيث على كم يمكن أن تربح كم يمكن أن تربح فالمبلغ صديقي صداقتي هو 0.11 سنت لكل كلمة تترجمها وبالنسبة للمحترفين أي الذين أصبحت لهم درجة احترافية ولديهم خاصة بالترجمة فإنهم سيربحون 0.14 دولار أو 0.14 سنت على كل كلمة تتم ترجمتها طبيعا كما قلت فهذا الموقع يراسلك بالمقالات التي وجب عليك أن تترجمها والتي تتناسب مع اللغات التي تتقنها هناك موقع آخر اسمه Translation Coffee Translation Coffee هو مثله من الموقع الأول يعني إلا أنه هنا أنت من يبحث عن عروض للعمل فستجد الكثير من العروض الكثير من عروض الترجمة تختار منها العرض التي يناسبك وتحاول أن تتواصل مع الشخص الذي يعرض هذا الطلب طلب الترجمة إذن أتمنى أن أكون قد وضحت بعض النقاط حول كيف يمكنك الربح من خلال ترجمة المواضيع بطبيعة الحال إذا كان لديك أي سؤال فأنا أتواجد 102 إلى يوم الخامس في بث مباشر على الرابط www.tshipprofession.com يمكنك أن تطرح سؤالك ابتداء من الساعة السابعة ونسبة توقيت Greenwich حيث سأكون سعيد جداً بأن أقدم يد المساعدة إذن هذا كل ما في الموضوع لا تبخلوا عيباً بالنقر على الزر لايك إذا أعجبكم الموضوع وكومنت إذا كان لديكم أي استفسار أو تشجيع أما أنا أضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة غد بإذن الله إلى ذنكم الحين جمجم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة